لم يعد الأمر مقتصرا على بضع شحنات من الأسلحة المتوسطة والثقيلة تلك التي تمتلكها ميليشيا قصد أو ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا حيث كشف سقوط طائرتين مروحيتين في محافظة دهوك تقل عناصر تابعين لقصد عن حجم الدعم اللوجستي الذي تمتلكه ميليشيا تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا فيما تمتلك علاقات توصف بالوطيدة مع الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية على الرغم من محاولات التنصل والتمويه اعترفت قوات سوريا الديمقراطية أن المروحيتين التي انسقطتا في ناحية جمانكي شمالي دهوك تعودان لها بعد أن نعت تسعة من عناصرها قتلوا في الطائرة كان من بينهم شرفان ابن شقيقة قائد ميليشيا قصد مظلوم عبدي مجلس أمن كردستان العراق وفي أول تعليق له بشأن تحطم الطائرتين أكد أن المروحيات تحلق وتهبط بين مواقع في السليمانية وسوريا متهمة جهة في السليمانية بفتح المجال للعلاقات بين قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني بشكل سري وغير رسمي وتقديم المساعدة لهم بعدة طرق فيما دع المجلس التحالف الدولية وحكومة السودان إلى توضيح طبيعة تحليق هذه المروحيات في سماء كردستان العراق ومن يتحمل مسؤولية هذه الأعمال غير القانونية الفضيحة كشفت أن التعاون بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات الحكومية في العراق هي أبعد من حصرها بملف مخيم الهول شمالي سوريا الذي سبق وبررت قيادة العمليات المشتركة في العراق تنسيقها المباشر مع ميليشيا قسد تحت مظلة مكافحة الإرهاب الجهات الحكومية في العراق لا تجد حرجا من إقامة علاقات مع قسد الذراع المسلح لميليشيا بيكيكي رغم مسؤولية التنظيم الأم حزب العمال الكردستاني عن تهجير مئات العائلات من قرى في محافظات أربيل وادهوك والسليمانية وعرقلة عودة ألاف النازحين إلى سنجار علاقات ربما يفسر طبيعتها تقرير لموقع ميدل إيست آي الذي أكد إبرام إيران اتفاقات مع حزب العمال يتيح للأخير التحرك والانتشار في مناطق شمال العراق بالتعاون مع ميليشيات الحشد